نبدأ هذا الشرح بمقدمة عامة نحاول أن نجيب فيها باختصار شديد عن سؤالين أساسيين ومهمين السؤال الأول هو لماذا هذا المقرر والسؤال الثاني لمن يتوجه هذا المقرر لماذا هذا المقرر يعني الأسباب وراء اعتماد هذا المقرر ولمن يتوجه يبحث في الفئة أو الشريحة التي تستفيد من هذا المقرر إذن في الواقع توجد كثير من الأسباب التي تجعل المقرر مقدمة للتربية ضرورة إذن أساسية بالنسبة لجميع المستويات الأولى من بكالوريوس التربية مهما كان تخصص الطالب بمعنى سواء كانت تخصص تعليم ابتدائي أو تربية خاص فهذا المقرر مقدم للتربية يهمك إذا كنت مستجدا في كلية التربية فمن بين الأسباب التي ممكن ذكرها هنا باختصار شديد هو أولا أن هذا المقرر مقدم إلى التربية يستجيب في الواقع لحاجة الطالب التربية المستجد إلى التعرف على مفهوم التربية ومعناها قبل تلقي أي مواد تربية أخرى طبيعي هذا لأن الطالب المستجد يحتاج قبل أن يدخل في التخصص الدقيق يحتاج إلى أن يتعرف على مفهوم التربية على معنى التربية على دلالة التربية من الأسباب أيضا التي تجعل من مقدمة للتربية حاجة ضرورية والاستجابة لحاجة الطالب إلى التعرف على وظائف التربية وأهميتها قبل قليل قلنا مفهوم التربية معناها الآن وظائف التربية وأهميتها كذلك من الأسباب التي تجعل مقدمة إلى التربية مقرر أساسي وأولي وضروري هو حاجة الطالب المستجد في التخصص التربوي إلى التعرف على أصول التربية وأصول التربية هي المنطلقات التي ننطلق بها في تخصصات التربوية فلابد من التعرف على هذه الأصول أولا مثل الأصول التاريخية والفلسفية والاجتماعية والثقافية وغيرها أيضا من الحاجات التي تجعل من مقدمة إلى التربية مقرر أساسي حاجة الطالب إلى التعرف على الركائز الأساسية للعملية التعليمية وهي ركائز أبجاديات لا بد أن يتعرف عليها الطالب المعلم، المتعلم، المنهج المدرسي، الإدارة المدرسية، الوسائل التعليمية بالعموم إذن مقر مقدم إلى التربية هو في الواقع مقر تأسيسي وتمهيدي لجميع المقررات التربوية التي سوف يتلقاها الطالب في المستويات اللاحقة هذا المقرر هو اسمه مقدمة إلى التربية مقدمة إلى التربية فهو يقدم إلى التربية وهذه هي وظيفته لذلك فهو مقرر أفقي وليس مقرر عمودي أي مقرر يمتد على جميع الطلاب المستجدين في كلية التربية مهما كانت تخصصاتهم فالجميع يأخذ هذا المقرر في المستويات الأولى ترجمة نانسي قنقر